افضل فيجول السايل اقرب للواقعية هو الراية ريسنج السايل في الراية ريسنج السايل الرندر بيكون اكثر دقة لان الاجسام بتعكس الاجسام اللي تقابلها بصوره افضل والشفافية بينهم بتكون ادق لما تختار هذا السايل الشوكيس بيستمر في حسابات الاضاءات والانعكاسات والشفافية حفتح مكتبة الفجول السايل قبل ما تفعل الراية ريسنج في جول السايل اتأكد من قوة المعالج في جهازك لان هذا السايل ممكن يأثر في التطبيقات اللي تعمل في الخلف فتحتاج انك تغلق كل البرامج غير الضرورية قبل ما تشغل الراية ريسنج عشان اشغله اما اضغط على الصورة واما من اختصاره حرف الار لما اشغله هتظهر لي لوحات توضح سير العملية وحتشوف الصورة بتتحدث الاسطح بتتحول الى ريالستيك والظلال حتصير اكثر واقعية واكثر دقة وانعكاسات الموديل حتصير حقيقية في المجمل الوقت الاطول بيعطيك نتائج افضل بجانب عداد الوقت حتشوف خيارين اضافيين السيف والسيتنجز السيف عشان يحفظ اللقطة الحالية عشان لو حبيت تقارن بينها وبين المنتج النهائي حضغط على السيف ولاحظ ان الريت ريسنج لسه شغال حسمي RT test وحختار الامتداد وقل له سيف هذه هي الصورة بعد ما فتحتها ولاحظ اني لها ابعاد البكسل نفسها اللي تظهر في نافذة الشوكيس حوقف الريت ريسنج ريندرينج بالضغط على حرف D عشان انتقل للبوث شادوز اند امبينت شادوز اللي هو الفيجول السايل الافتراضي حضغط حرف الواي عشان افتح الريت ريسنج كنترول بانل وبعد كده اضغط settings عشان يفتح لي performance and quality حلاقي عندي ثين تاب الهاردوير ريندرينج والانتر اكتف رايت ريسنج الانتر اكتف رايت ريسنج فيها عدد من الخيارات اللي تتحكم في الرندر الانتر اكتفتي سلايد بار بيتحكم في الجودة ودقة الصورة فلو تحركت الى اليمين الدقة حتكون افضل واعلى ولو تحركت الى اليسار الدقة حتكون اقل وبالتأكيد اذا تحركت يمين وخليت الدقة اعلى فالوقت كمان حيطول ولو تحركت الى اليسار وقللت الدقة الوقت حيصير اقل تحته حلاقي اعدادات دقة سابقة بعد كده عندي اللي هو بتتحكم في الاضاءة البيسيك بيقلل وقت الرندر والادفانس بيعطيك دقة اهضل لكنه بيطول الرندر الرندر شادوز انت بتقول للشوكيس رندر الضرال او لا ترندرها اذا اشرت عليه فانت بتقول له رندر الضرال ولو الغيت التحديد فانت بتقول له لا ترندرها في مساحة الادفانس سيتنجز حلاقي عدد من الخيارات اللي بتتحكم لي في عملية الرندر عندي الديزاير ترس ديبث القيمة العالية هنا بتعطيني الرندر اكثر دقة وهذا الرقم بتراوح ما بين واحد الى تسعة وتسعين ولكن القيم اللي من عشر او تحت في الغالب بتعطيك نتائج كويسة البيسيجن سلايد بار بيخلي الحواف اكثر دقة والرقم بتراوح ما بين صفر الى واحد بعد كده عندي هنا عدد من الخيارات وهنا عندي الفلتر ويتث والفلتر هايت اللي بيحدد ابعاد البكسل لمطلوب حسابه في مساحة معينة وهنا بيقول اذا حيحسب الامبينت شادو الرفاين اميج حلاقي عندي ثلاث خيارات واحد من هذه الخيارات الثلاثة لازم تختاروه اذا اخترت الرندر لفل الشوكيس حيرندر الصورة بعدد محدد من المستويات ولو اخترت المنتز فانت بتحدد الوقت الفعلي للمفروض يخضيه الشوكيس لرندرة الصورة وعشان ما اعقد نفسي بختار الفوريفر وهذا بيقول للشوكيس استمر في رندرة الصورة الى ما لا نهاية استخدم السيف بريست آز عشان تحفظ الاعدادات اللي تحب توصل اليها بسرعة في الكويك اكسز والشوكيس هيحفظها في المسار اللي بيؤدي الى الانتراكتف رايت ريسنج فولدر